السلام عليكم في الله تعالى وبركاته ومحبابكم ودائما مع عشاق القيصاص الواقعية تخيلوا شخص يتحكم عليه بالإعدام ويفضل الجنراشه ماشي في حبس ولكن يعني شبه قبر وهو عبارة عن قبو طول ديالو جوج متر والعرض ديالو متر والارتفاع ديالو متر يعني كيف كنت شبه قبر لمدة سبعة وثلاثين سنة وإذا كنت من عشاق القيصاص الواقعية وقصاص الطاقوية شرحنا باشتراكك دعنا نشي لايك دعنا نشي تعليق حول الموضوع باشي نقطة بناء نصلي مع النبي ونبدأ وقصنا كارلوك هو واحد شخص أمريكي عايش حياته هو والزوجة ديالو والأولاد ديالو يعني كيف جميع الناس وفي واحد الليلة من سنة 1964 يحس بثلاثة الأشخاص يحوموا على الدار المهم يجهز السلاح ديالو وبقت يتسنع إلى تحس بهم بأنهم يسرقوه المهم تلق عليهم النار مثل هم ثلاثة وجهة الشرطة عينة مصرح الجريمة وقتدوه يعني ودوه معهم لمركز الشرطة في البحث يعني لما بحثوا معاه قال دفاع على النفس وكذلك تحقيق بين بأنهم كين أطار يعني صارقة فلهذا خلوا سبيله ولكن من بعد كيتبين بأن الأشخاص الثلاثة اللي قتل هذوك الخوت وراهم جيرانه يعني كيسكنوا حداه وعلى ذلك كينة عداوة مبيناتهم وكذلك تصريح ولا الشهادة ديال الأم ديالهم كتقول بأن هذه الليلة كارل اللي استدعاهم من البيت وطلق عليهم من النار يعني وقتلهم وهو اللي اختارع هذه الكذبة ديال بأنه جاو يسرقوه هنا القادي بقى حاير المهم كي بقى حاير كي يقول واش كارل يعني بارئ من هذا الشيء ولا هو اللي اخطط لهذا الشيء من جديد والاتجاهات كلها ضده هنا قرر باش يهرب لأنه عارف رأسه إلا قبطه سيتحكم عليه إياه بالمؤباد إياه بالإعدام وغد يخسر يعني حياته ولا الحرية دياله وبالفعل بحثت عليها الشرطة يعني في أي مكان لا في المحل العمل دياله وكذلك في الدار ومباله آثار ولكن كارل يعني كان متافق مع عمرته باش غدي تخبع في قبو البيت يعني عندهم واحد القبو كذا قلت هذا القبو الصغير ما كيستعملوش عنده يعني باب سرية وكذلك قال لها يعني حتى شيء واحد ما خصوا يعرفوا فين هو يعني حتى أطفال دياله ما تقش فيهم لأنه كان خايف لتوقع لهم ضغوطات وغد يعني يعني يكشفوا مكان الاختباء دياله فلهذا هذا القبو كان عندهم بكي قلت في الدار ما كيستعملوش وعنده باب يعني باب سرية والتاشي واحد ما كيعرفو غير الوالدين يعني غير أب والأم أما الأولاد ما كيعرفوش جيران أي واحد كيجين عندهم التمكيناء ما كيعرفش ذلك القبو وراكين في الدار وهذا اللي خلاه باش يتخبع فيه وحتعل الأولاد يعني قالها إلي سولوا فيا قوليهم راه مصافة الموهم قام خبع تمكيناء والزوجة دياله هي اللي كتدخله مياكل وما يشرب يعني بسير ريا وكذلك كتخبرو يعني على الأخبار اللي رايجا وهو في نيته يعني كان بغي يبقى مخبع تمكين يعني لفترة من الزمان إلا حتى تسقط يعني الدعوة والقضية عبر تقادم ولا ينسوا قد يتوشوف الفكرة اللي كانت عنده يعني كان بغي يبقى مخبع إلا حتى تبانشي نقطة اللي تباني براءة دياله فيها ولكن للأسف بعد سنوات زوجة دياله كتوفا يعني هي اللي كانت تطرعاه هي اللي كانت تدخله مياكل وما يشرب يعني وكتخبرو بجميع الأخبار اللي كتروج في الخارج أما من ناحية الأولاد فهما يعني بدأوا تكبروا وعارفين بأن الأم ديالهم ماتت وكذلك الأب ديالهم يعني كيقولوا هاجر للخارج وانقطعت أخباره يقدرته هو يكون مات ولكن اللي ما كيعرفوش بأن الأب ديالهم رايش تحت من رجليهم يعني تحت من الدار في القبو اللي اللي مخبع فيه وبقى خبعم يعني لمدة 37 سنة يعني كيف نقولوا قدرة التحمل اللي عند هذا الشخص والله رهيبة يعني عنده قدرة صعيبة على التحمل لأن الناس سنة كو كان فار قراء خرج يعني فار ما يقدرش يعيش مدة طويلة في الغارة التحت والمشكلة هذه قصة واقعية يعني ماشي خياليئة ولا قصة غير مكتوبة لأن جميع القصص اللي كنحكي كلهم واقعيين من الواقع الحالي يعني ما كنش قصة خيالية المهم غنت سألوا كيفش هذا الشخص بقى عايش يعني بعد ما مات مراته أش كانت يأكل يعني أش كانت يشرب يعني كيفش كان محبوس ذاك المدة كلها كيفش كان عايش هذا هو التساؤل المهم كيف قلت بعد ما مات مراته يعني والولاد كبروا يعني باعوا البيت باعوا العائلة واحد اخرى تسميها العائلة الثانية وجاءت عائلة ثالثة واحد اخرى وجاءت عائلة رابعة سكنات الدار يعني العائلة دياله وثلاثة العائلات من بعد منه سكنه هو ما زال يشتم مكينة وكيف قلنا اش كانت يأكل واش كانت يشرب هذا الشخص كانت يبقى يعني ساكت تسمع تشيح السما بقى يعني في الدار تشي واحد ما يدور تعرفهم بانهم ناسوا يعني منهم كيف يوقع من ما كيف يبقى الشدار يعني في الدار وانا شحد يتحرك ورا تحت الدار يعني يسمع كل شي تمكك كيف يدير كيف يتسلط كيف يفتح الباب وكيف يدخل الكوزينة والبلاجة يعني قلقها قدامه ويأكل منها أو يحبط معه القبو ويأكل ولكن ما كانش يحاول بأن شيء تمشت من الماكلة أو من الشراب المهم كانت يأخذك شيء بالقياس وتيرجع المكان ويشد عليه وقع على هذا الحال لمدة 37 سنة خائف يعني خائف إلى خارج أو ستتعدم أو سترقى عليه القبض ويعدمه فلهذا كان نهار مور نهار وشهر مور شهر ويعني سنة مور سنة هو مخبعت من مكينة وعلى هذا الحال كما قلت سنعصص أهل البيت يتسحب ويأخذ المياكل وتيرجع وتدين المكان حتى سكنت العائلة الرابعة وهنا ماذا ستفضح المخبع وهو طفل صغير عند هذه العائلة يعني يقول لولده كل ما يسمع بابك تفتح ويسمع خطوات في البيت شيء واحد يتمشي بالليل في البيت ولكن لولده لا يعطيه اهتمام الأمر لا يصدقه يقولوا يرى احلام أو تهيئات ولكن كما قلت لا يصدقه أحد الى حتى تصاب بالضيقة يعني بمرض الرابو وبدأت يكح يعني الرطوبة اللي عايش فيها ما كان ما كان تدخله لا تهوية يعني ما عنده لا تهوية ما كان تدخله شمس يعني الرطوبة والطراب اللي تمك تصاب بالضيقة وبدأت يكح واحد الليلة يعني الأب ذلك العائلة صاحب البيت كان قال الصهران هو تسمع يعني القحان ديال الشيحد ما ما طيقش كيسمع القحان ولكن قريب ولكن يعني مخلوق ذلك الصوت نطفيق أولاده في قمراته وقال لهم كل شي يسكت يعني وتمك كلهم تسمعوا يعني القحان والمشكلة ما يكونش ديال الجيران لأن البيت اللي ساكنين فيها يعني مسافة ما بينك وما بين أشجار ديالك لك شي ما مطلاصق يعني البيوت مفروقين على بعضياتهم فليهذا تكون استحالة باش يكونوا الجيران المهم بدأت يشوف عاية للشرطة جاءت الشرطة بدأت تتقلب هم يتبعوا صوت ديال القحة تمكين هلقاوا ديال الباب منيتي يفتحوه تلقاوا كارل قرس مكينة أشكا ديال انت هنا يعني ما صب ما يقول قالهم أنا هو كارل اللي يعني هربت من واحد الجريمة وبالفعل يعني في الأول حكموا عليها بالمؤبد ولكن مني هرب يعني عاود حكموا عليه بالإعدام غيابي وبقام حكم بالإعدام وهذا اللي خبرته يعني مراته قبل ما تموت بأنه تحكم عليه بالإعدام وبنمت مراته يعني تقطعت عليه أخبار الخارج ما بقى تعرف كيف قلت لأن مراته هي الوحيدة الشخص الوحيد اللي كان عارفه في المخبة الشخص أخر ما كانت شيء واحد عارفه غير مراته ولكن مني المراته تقطعت عليه الأخبار المهم خداوه معهم من المركز الشرطة يعني يعني أحكى لهم القصة من الأول إلى حتى النهار في نجاو والقاوة وهنا هنا كانت تصدمه عند الشرطة قالوا هذا يا إما حمق يا إما هربان يعني يعني مشي مصحة لأن هذه القصة لا تقطع شي واحد كيفس شخص عايز تحت 37 سنة المهم باشغد يتأكدون من القصة المهم من الأرشيف بدأوا تقلبوا وهنا يتصدموا لأن في وصل الملفات لقوا الملفات والقاوة بأن هذه القضية بالصح هنا يتصدموا الشرطة قالوا ما أعرفت قضيتك قالوا لا لأن الزوجة هي التي تقلبوا الأخبار وبعدما تحكم بالإعدام يعني كان أعرف الحكم ولكن قلت هنا يتصدموا لأن بعد ما تحكمتي بالإعدام الأم ديال الإخوة اللي قتلتي يعني يعني حسات بالندم وتعني بالضمير ومشيت للمحكمة وعطار فاطل عطيرها بأن أولادها كانوا يتصدقون ذلك الليلة ويقتلوك فلهذا برأتوا المحكمة وتطوال من القضية هنال كان تصدماء الكر والنهاية ما موجودة في القصة يعني باش انتهت به الحياة ولكن يا اما غد يكون حماق ولا غيسكت له قلبه المهم خليونا في التعليق حال كارل يعني ش نصر به من يسمع هاد الخبار بانه يعني بسبب الخوف دياله عس 37 سنة يعني في قبو بحل القبر اه هو بارئ وقصنا وصلت نهايتها نطلبوه وام الله تكون نعجباتكم ما تنسى اناش بلايك لما مشترك شفاء القناة تحاول دعملنا بالاشتراك خليوا الناش تعليق كل شي نقد بناء واستودعكم الله والسلام عليكم